تشهد مدينة دير الزور واقعا سيئا بعد كل هطول مطري إذ تتحول شوارعها إلى أرض طينية رخوة يصعب المرور عليها بسبب سوء حال شبكات الصرف الصحي وإهمال المجلس المحلي التابع لنظام الأسد في إصلاحها كاميرا تلفزيون سوريا تجولت سرا في شوارع المدينة ورصدت تحول معظم الشوارع إلى برك مائية وأوحال وانتشار للقمامة على جوانب الطرقات وأمام المدارس نتابع بخطا بطيئة وحذرة يحاول الناس عبر الشوارع في مدينة دير الزور فالعمطار هطلت بغزارة في الأيام الفائتة ولكن ضعف شبكات تصريف المياه واهترائها أحال معظم شوارع المدينة إلى أرض طينية موحلة يصعب المرور عليها كاميرا تلفزيون سوريا تجولت في أحياء الجورة والقصور والموظفين الواقعة من قبل العام 2011 وحتى الآن تحت سيطرة النظام والتي لم يطلبناها التحتية أي قصف طيران أو مدفعية ورغم ذلك تحولت شوارعها إلى بحيرات عائمة من الوحل والأوساخ بعد كل هطل حيث بدى شارع الوادي بحي الجورة وهو الشارع التجاري والحيوي فيها كأنه بحيرة عائمة من الوحل والأوساخ ما دفع الأهالي إلى معالجة فتحات الصرف الصحي بجهود فردية بسبب إهمال مجلس المدينة وعدم اكتراثه لقدوم الشتاء يقول أبو خالد أحد سكان حي الجورة إن المطر بالنسبة للسكان أصبح أزمة تتفاقم في كل عام بسبب تراكم الأوحال ومنع السيارات من الحركة والتلامذ من الوصول إلى مدارسهم وذلك على الرغم من حفر تلك الشوارع وتأهيل الصرف الصحي فيها لعدة مرات بل إن أحدها وهو شارع الوادي تم حفره وتأهيله أكثر من ثلاث مرات لكن من دون جدوى لا يقف الأمر عند ذلك بل تراكمت أكياس القمامة في زوايا الحارات وأمام المدارس لعدة أيام بسبب سوء خدمات المجلس ما أوصل واقع المدينة البيئية والخدمي إلى أسوأ أحواله وسط إهمال فجا من قبل مجلس المدينة لمناشدات الأهالي بتأهيل الصرف الصحي ورفع أكوام القمامة لكن المشاهد تؤكد أن مطالب الأهالي باتت في آخر سلم أولويات المجلس هذا إن كانت موجودة عليه في الأصل ربما هذه المشاهد هي مشاهد مألوفة ومعتادة لدينا حتى قبل الثورة سينضم إلينا الصحفي ياسر علاوي ينضم إلينا من مدينة غازي عنتابة تركيا تحية لك أستاذ ياسر أستاذ ياسر الجورة والقصور والموظفين هي بالأساس أحياء تحت سيطرة النظام لم يطالها القصف أو التخريب لماذا هي الآن بهذا الشكل؟ السلام عليكم أحياء لكم أستاذ المشاهدين دير الزور بالتحديد حتى من قبل عام 2011 قبل انطلاق الثورة كانت تعاني من مقصد الخدمات وأيضا قلة في مشاريع البناء التحتية خاصة بما يتعلق بالطرقات وتصريف مياه الأمطار وما إلى ذلك القضية لا تتعلق أبدا بما حدث خلال الثورة في الأحياء التي قصفها النظام هي أحياء مخربة أساساً لا يمكن أن يعيش فيها الأهالي يعني حياة الحميدية وهو أكبر حياة دير الزور ويقع في وسطها حي المطار القديم الرصافة العنبال كلها أحياء مدمرة بشكل كامل لا يمكن أن يحيا فيها الأهالي والسكان لذلك تتركز معظم النسبة للسكان في أحياء كانت قبل الثورة تتبع للنظام هذه هي خدمات النظام التي كانت وما زالت على حالها منذ عشرات السنين وليست الآن مجلس المدينة الآن مشغول بما يروج له النظام من عملية المصالحات المزعومة التي ظهر فيها كثير من الأناصر الذين يتعون للجيش تبل النظام أو الميليشيات يعني يعتبر أن هذه الحركات والتحركات هي أهم من تقديم خدمات للمواطنين أساساً منذ متى المسؤول السوري يقدم خدمة للمواطن سواء في عام 2020 أو 2021 أو في عام 2011 أو في عام 2000 يعني على مدى هذه الفترة الزمنية لم نشهد أي تحرك من قبل الحكومة السورية أو يعني الوزارات حتى يعني قيام الثورة كانت وزارة إدارة المحلية وغيرها لم تقدم أي خدمات وأي معونة للمواطنين هذا المنظر مألوف جداً يعني إن كان هناك بقعة مزفتة ومعبدة فإن الطين ينتقل إليها من البقعة التي تليها فهي محفرة وأيضاً يعني لا يتواجد فيها يعني تعبيد فالحال ينتقل من مكان لمكان في هذه الشوارع نعم يعني حتى يمكن إذا لقينا منطقة مزبطة ومعبدة بتكون بجهود فردية يمكن حتى شفنا بالتقرير بعضي الحالات أستاذ ياسر يعني ما رأيك بمن يقول بأنه يعني هذا الإهمال هو إهمال مقصود من قبل النظام ربما لانتقام كما يقول البعض من هذه المحافظة أو هذه المدينة إلى أي حد هذا الكلام صحيح يعني هو ينتقم من من بقي تحت حكمه وبقي يخرج في مسيرات معيدة له يعني النظام أولاً وأخيراً في دير الزور أو غير دير الزور لا يهمه المواطن السوري سواء كان يعيش في بحبوحة أو لا سواء كان يقدم له خدمات أو لا سواء كان يسير على أرض معبدة وأرصفة جيدة أو على أوحال وبرك طينية ويعني نرى تقريباً شيء يشبه نهر الفرات ولكن في الشوارع وبين الأبنية هذه الأمور يعني النظام أساساً لا يريد أن يحسن فيها أو يطور فيها هذا من جانب الجانب الآخر النظام الآن يعتمد في اقتصاده على اقتصادات خارجية وعلى مشاريع خارجية وكل منطقة تسيطر عليها قوة معينة هي من تسيرها سواء كانت ميليشيات إيران أو الحرس الثوري أو المناطق التي تسيطر عليها روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة يعني كل مكان يخضع بشكل كامل للقوة التي تسيطر عليه وهو يعني اقتصادياً أو عسكرياً أو في أي مجال آخر يخضع هذه القوة النظام غير قادر على إعادة الأعمار غير قادر على تقديم خدمات للمواطنين غير قادر على إعادة إحياء العمل في البناء التحتية سواء كانت في الشوارع أو الحدائق أو حتى الجسور التي قصفت وهدمت وفصلت المدينة إلى نصفين يعني متباينين هذه البناء التحتية التي يعني في عز حاجة المواطن لها النظام مشغول في أمر آخر في الترويج لنفسه في العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران كيف يرتب هذه العلاقة ليبقى متمسك بالمناطق التي سيطر عليك إذن يعني لا تشكل كل هذه السيول ولا المستنقعات التي تؤدي إلى أمراض وتؤدي إلى حالة مأساوية في كل مكان لا تشكل أولوية لدى مؤسسات النظام أستاذ ياسر بحسب ما تعرف يعني كيف يتقبل الأهالي هناك هذا السوء يعني ما هي ردود الفعل على هذا أم أنه لا ردود فعل يعني لا ردود فعل بالتأكيد من كان لديه هذا الحس ليرد وليطالب بالشيء الذي باحترام وأيضا بخدمات وبأن يتساوى المواطن السوري مع دول الجوار على القليلة يعني ثار منذ 2011 وخرج مكرهان أو راغبا من هذه المدينة فمن يبقى فيها فهو يسبح بحمد السلطان ويهز الرئيس ويقول هذا أفضل من الأسوأ يعني الذين بقوا في تلك المنطقة في غالبيتهم إما مغلوب على أمرهم أو أنهم مؤيدين للنظام يعني لا يبدون أي ردة فعل تجاه هذه القذارة المتواجدة بكل الأحوال لا يمكننا توجيه اللوم أو إلقاء اللوم على من بقي هناك فالشرائح متعددة وكثيرة وهذا حدث في كل مكان في كل مكان يعني سيطر على النظام لا يقوم بالإعمار ولا يقوم بإعادة الخدمات دائما يعني تبقى الأمور على حالة ويعني حلب الشرقية ربما هي أكبر مثال إلى الآن مدمرة كل الشكر لك أستاذ ياسر العلاوي أصحف ياسر العلاوي كنت معي من غازعين تابعة تركية جزيل الشكر لك